بملعقة من الفازلين ستخلص من تجاعيد من السواد من البقعة الداكينة ومنذ اول استعمال فالفازلين ستخلص اقوى من الكولاجين مليون مرة تجب دل وجه حسن من البوتوكس وحسن من الفيلتر كذلك ستفتح البشرة تشيل تسبغات الجيل تجعل البشرة زوزاجية منذ اول استعمال ماشاء الله هالبنات على قوة الفازلين لشد تجاعيد ازالة تسبغات الجلدية والهيلات السوداء وازالة اي بقعة داكينة وازالة الجلد الميت وهذا الشي كاملو كما قلت لكم منذ اول استخدام الوصفة اللي ماشاء الله كما قلو الفازلين عند الصغار وعند الكبار فاليوم اختيها نرتبو بها ترطيب العميخ خصوصا البشرة الجافة الناشفة اليابسة يعني اللي كتحسي بها دبلانة نعسانة فاليوم اختيها نرتبوها وغتولي في حلبي بيصغر مزنقة كتحمق كذلك البنات اللي يعانو من تجاعيد العنيدة المستحيلة العمر ديالك اختي 60-50 سنة ما خليتي ما جربتي كل مرة وساعة كتبيت خرجي كتغطي غردوك تجاعيد ولدك الكماش غير بالفوندوتا ولا غير بالماكياج فاليوم اختيج بتلك المعجزة اللي هي وصفة الفازلين اللي ما كتخطانيش لانا للأم ديالله يحفظها لي واخليها لي يعني كنستخدمها بوحد الشكل اللي هو دائما يعني متكرر يعني ما شاء الله منذ اول استعمال غاتبية لكم نتيجة بمسيحة واحدة من هاد الوصفة غادي تزول لكم كي ما قلت لكم التجاعيد والتسبوغات وتبيضكم وترجعكم ان شاء الله كيش ميعا بيضين كيف الحليب يعني اي بلاسة في هاد تسبوغات اول الزرغية خصوصا تحت الابطين والكوعين والمرفقين خصوصا لبنات للعريسات المقبلة على الزواجة وللي عندهم شي مناسبة فاليوم اختيت جرب لي الوصف وردعي لنا في التعليقات وما تنسونش البنات من اللي لايك ديالكم الاشتراك ديالكم في القناة مع تفعلكم نزل الجرس كذلك ما تنسونش بالتعليقات الاقتراحات الاستفسارات شنو الموضوع اللي تبوني باقتاجي معاكم طبي الحلقة زالتي اي موضوع اي سواجه تبوني نشاركو معاكم فانا اراه الاشارة وعلى بركتي الله ندزل الطريقة ديال التحضير والاستخدام والاستعمال موهي للبنات اول حاجه نحتاجه فيها الفازلين فانا هناي عنده هدي السعودية لكي تجيب الحجم الكبير وكينحتى الحجم ديالها عفوا هدي الحجم الصغير وكين الحجم ديالها الكبير ثمان ديال هدي 30 وهدي 15 وكينين بعض الانواع ديالي لفازلين ثمان ديالهم غي خمسة درام مغربية زوينين غزالين يعني صراحة الله ثمانهم وخبئ كي برخصوا ولكن فعلا كيستحقوا أكثر من خمسة درام تجيب ان تحامض لخوخ المشمشت فا اي نكت تحليك في البلدية اللي بيعليها ستجيبها في جميع الاسواق النموذجية في المغرب ولكن في دول اخرى ما عرفت الصراحة وشكينين وما كينينش ومد نوعيات را هم مغزالين على ضمانتي اللي لقيتوهم غير اخدوهم بعويناتكم مغمضين كما قلنا ستحتاجون ان شاء الله الفازلين اي نوعية عندكم ونحتاجون ان شاء الله في المكونات التانوية الى كمية من ماء ورد عندي هادة مغونة لكسلة حل تجميل وحمراء العين والحمى والتجاعد هنتم مشكل ديلو كفشكي جي كذلك البنات غدي نحتاجون ان شاء الله الحليب باودر ولا الحليب غبرة عندي هذا اللي هو نيدو حليب يعني معروف هادة البنات نوعية صراحة غزالة كتحمق في التفتيح وفي التوحيد كذلك ان شاء الله غدي نحتاجوا كمية من النشا وما يعرف بالمايزينة وهنا البنات عندي هادة نوعية هادة ديال اي ديال اللي فيها مية وثمانين قرام وكتجيب تمان ديالات ديال تمانية ديال درهم مغربية يعني صراحة كيبقى تمان اللي هو مناسب وكذلك حبيباتي غنحتاجوا للشوفان او لا الخرطال بالنسبة للبنات التي يقول لي شنو الدور ديالو في الواصفات اللي كتشاركي معانا فالدور ديالو حبيباتي انه كينفخ كيجبذ كبيض وكيوحد اللون ديال البشرة وما شاء الله يعني كييجبت بوحد درجة ما تصورشها البنات على البال كيمحيش حجه سميسات تجاعد العنيضة والعامقة والمستحيله مهما كان عمر ديالس ان شاء الله سبقى نفسي للعشرين هاد الوصفة التي لما جربتها شراء تندمينها دم وعمرك لانه الوصفة اقتصادية ورخيصة وما شاء الله عليها مند اول استعمال كيما قلت لكم الشوفان او الخرطال كيكون بهادشكل هادا وكتاخذون طبيعي الحالة تحنو هنا يوجد طحون كما نقوله ما شاء الله والله مبارك على المنافع فكما قلت لكم سوف نحتاج الفازلين الورد وكذلك كيميا الحليب باودر وكيميا الشوفان الخرطال سوف نحتاجها لكي لديك سيكاتخيس في الكريشة في العنق في رجلين في أي منطقة سوف تزولي سيكاتخيس غير بالخرقوم على بركة الله سوف ندوز معكم طريقة تحضير مهمة المهمة على بركة الله سوف نحتاج الكيميا نشاء بالنسبة الفازلين سوف نقوم بها نهائيا سوف نجمعه بشوية المورد لقرعة تقريبا نحاول نجمع موهة المورد والكمية الناشا او ما يعرف بالمايزينة نضيف بالمايزينة سوف نجمعه سوف نجمعه او الخرطار لا يعرف في الدول العربية ما تسميه فأنا عارفة الوصفة لبنات كل شيء عنده الفازلين ولكن قليل وقليل في استخدامه خصوصا في وصفات ترطيب وعلاج تجايد من الدرجة الاولى وتفتيح وتبيض الوجه وتبيض المناطق الحساسة قليل وقليل في استخدامه في اليوم اختيار سوف نجمعه وقليل وصفات الفازلين وعندما اشتجعه اذا تكون في استخدامه منذ اول استخدامه رجعي اختي عندي التعليقات وقليها ليا ديك السعاختي كيما كاقوله ما تخلي ما تقولي ما تكتبه في الكومنتر ماشي اشكال وماشي مشكلة لانه الحمد لله ما كانت حتى سواء كان سلبي او لا كان ايجابي المهم حبيبتي هنا يضفنا كيميا ديال الشوفان اولى الخرطان دابال الناس سينضيفوا كيميا ديال الحليب بودر عندي هنا هاد النوعية هاده هاد الماركة هاده بطبيعة الحال اللي كتعجب هجي حاجه را كتخدم بيها فهنا اضفت هنا مقدر معي بالنسبة للحليب كيعجبني لانه في تفتيح في تبييض في ماشاء الله النتيجة دياله سحرية خصوصا اللي بنتلي عندهم السواد بشكل كبير فمن بعد ما اضفت الحليب بودر ضفت كيميا ديال للشوفان لانه في تبا لانه في تبا لانه في تبا نضيف الخرقوم البلدي و المناسبة نوضح المتسبيعات الخرقوم غازالتي يجب ان يكون مطحون على اليد ماذا نقصد بها يعني تخدي الخرقوم عواد معند العثار و يتحنو لك تما في الماكينة را تخديه بنفس سمانه و مكتزديه شي حاجه و تجيبه فريش اما تجيبهم عندهم طحون و يجد يعني يعبرو لك و يعتهلك تجيبه عواد و يتحنو لك تما وتجيبه كتديه مازال سخون مازال فريش مازال بجميع المتيازات هذا احسن خرقوم اما تجيبهم طحون لانه بزف المتسبعات تبارك الله كي سولوني في التعليقات فهذه نصحتي لكم اجيبوا خرقوم اللي هو كما قلت لكم كيكون تحنيه عنده تاخده عواد و يتحنو لك هذي احسن طريقة لسكنجبير ولا الخرقوم ولا البزار ولا الكامو انت هو تمقياه في الدر و تعودة ترجعه ليه القصبر يعني اي مكون اختم الاحسن تديريه في هاتطريقة هذي كيبقى طبيعي ناتيو غالي يعني كتستفد منه الدات مشي تجيبهم طحون معرفتي شنو ضيف لي شنو زيدو فالمهم شوفوا سبرك الله غير اللون يعني مع ذاك الشوفان مع ذاك انشاء مع ذاك الخرقوم يعني كل مكوينة سبرك الله كل مكوينة ضفنهم اخر لمسا و الاخر حاجة هي الفازلين هي اختي الفازلين ايا ماركة في المغرب في المغرب كينا هذا الماركة هذ الماركة هذ الماركة زوينو وباش كتعجبني ثمن ديلك يبقى الحمد لله رخيصي يعني تاخدها اي وحدة والكمية كبيرة مقارنة مع هذي بخمستاشر درهم وكمية ديها قليلة يعني كتبقى شوية كيما كنقولو ماشي في المستطاع او ماشي في المقدورة ديال الكل دابا المهم حبيبتي غنضيفو حد نص معلقة او معلقة على حسب لانه اللي عندها مثلا البشرة ناشفة رغد دف معلقة اللي عندها البشرة يعني كيما كنقولو مابين وبين دف نص معلقة اللي عندها البشرة مزيتة بزاف دفو حد غير بع معلقة ماشي اشكال هذا هو السرجل فازلينو البنات في علاج ججاعي زايد انها زوينة 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 خصصرنت اللي كرتبو بها بالليل قبل ما يبغي نعسو الوجيه ديالهم بكمية اللي هي معقولة ماشي تكتري غير ديري لحد القياس باش ما تصدش لك تاني مثلا ما تطلب الوجيه ديالك او البشرة فكتدريها يعني تقريبا واحد جد مرسي ما نترطبي بها وجيه ديالك كتبقى زوينة ولكن ما تخرجش بها للشمس ما تكونيش عرضة كيما كنقولو مباشرة مع الشمس نضيف الوجهك نضيف الوجهك نضيف الوجهك ونضيف الواقي الشمسي لفصل لفصل الخريف لفصل ونضيف الواقي الشمسي ونحمي البشرة هذا الشيء اللي كان غزالتي نضيف مباشرة باش نخدم بالفازلين قائمة نضيف حبيبتي اه انت قريبا واحد اربعة مم نضيف توزق استطيع من أماكن نحن تنفيذ نحن تخلطي مصرحة المعلقة الفازلين لتنفيذ نعطي الوصفة لأي منطقة، الوجه، العنق، الليدين، تحت الإبطين، بين الفخدين، أي منطقة أختي فيها سواد تطبق عليها هذا الوصف و تجعلها تجيب ما بين 20-30 دقيقة من بعد تغسليها و تدوزي إلى البشر الشديدة شديدة تجافة في الأقصى درجة عود يرتب بالفازلين نيت ما عندكش عندك هنا شفاقة شوية فما تحتاجيش تعاودي الترطيب لأن الدجا الوصفارة فيها ترطيب فيها تبييد فيها توحيد فيها جميع المشاكل مهم دفع ندوز مباشرة باش نطبقها معكم وعفكم حبيباتي ما تنسوناش من اللايكات باش هاد الفيديو زيدي وصل عند بزف ديال بنتلي محتاجين في حال هاد الوصفات محتاجين وصفات لعلاج تجاعد لعلاج تسبوغات نمشو الكلاف الحبوب يعني نحن كان عانوا من بزف ديال المشاكل فمحتاجين في حال هاد النوعية ديال الوصفات زوينا رخيصة الحمدولي الله والاقتصادية مهم كتطبقوها بهذا الشكل وكتخليوها تجف او لا تنشف ما بين 20 حتى 30 دقيقة طبيعا بعد ما كتنشف او لا تجف سوف كتغسلوها وبصحة و الراحة كانت هذه اختي هي الوصفة ديال اليومة لالعلاج تجاعد لالعلاج تسبوغات لالعلاج نمشو الكلاف الحبوب لا تخاز اي مشكل كان عندك في الوجيه ديالك العنية ديالك ما عليك إلا تطبق هاد الوصفة تخليها تنشف ومبعد اختي تغسليها ما شاء الله عليها معجزة كان ديرها نصراحة الله مرة واحدة في الشهر كان نساها كان ديرها زعمة كل نهار اللي عندها مشاكل كثيرة ولا عروسة من الأحسن ديرها يوميا نعلق لي لمدة 3 أيام باش ان شاء الله ما تبقى فيك حتى شي كما كان قولو حتى شي مشكل نقطة مشكل ما تكونش يعني لا بقعة لا تسبوغات لشي خطة كداية لا تجي حاجة ان شاء الله وبنسبة التجايد را ما شاء الله را مدمرة را شوفان نشارع فتورة غير من سمية بالبرهان وغير من المقادر ان شاء الله يبان البرهان هو الشي كامل قدرنا نديروه غير بالمكوين ديال الفازيلي موجود في كل دار وما كي خطط شي دار ولكن قليل فين كان نديروه نديروه يعني بحل هذه الوصفة الطبيعية وعفاكم مخا حبيبتي يكونوا سبب باش انه فيديو ينشر ويصل عند مو اعادم النساء بللايك ديالكم حاجة فابور ما غير تخسروا تشجعوا ان شاء الله هاد الفيديو كذلك اشتركوا في القناة فعلوا زال جرس خليونا التعليقات ديالكم قسرحات ديالكم سفسرات ديالكم ان شاء الله تبعوني بقتاجي معاكم اي موضوع فانرها الإشارة حاضرا الحمد لله باش نبقتاجي معاكم اي وحاجة ومسحة وراحة مسبقا وانطلقى معاكم ان شاء الله في فيديوهات مقبلة بسماع لكم